أخطاء شائعة في تلاوة القرآن مع فضيلة الشيف المقرئ صابر عبد الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرتلين وأفضل الفصحاء والمتقنين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن جملة ما ينبغي الاعتناء به في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى من الحروف المشددة أيضا الوقف على الحرف الذي به غنة كقول الله تعالى أو آبائهن عليهن منهن يثير منا إذا وقف يقول آبائهن عليهن منهن بدون غنة إذا وصل يقرأ عليهن ويكمل آبائهن أو لكن إذا وقف قد لا يستطيع أو قد لا يكون لديه العلم لأن يقف بالغنة بكمالها لكن صحيح أن يقف بالغنة عدم الوقوف بالغنة يدل على حذف حرف من الكلمة وليس وليس وليعد حقيقة من اللحن الخفي بل يعد من اللحن الجلي فنقف عليهن منك آبائهن هكذا بغنة كاملة بمقدار حركتين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة